تعتبر حاسة النظر من أكثر الحواس أهمية ونعمة من الله عز وجل يعد تدهور أو خسارة تلك الحاسة من الصعوبات التي يواجهها الإنسان وهي من أسوأ ما يصيب الإنسان في حياته ومن أعراض ضعف النظر عدم رؤية الأشياء بوضوح وخصوصا في الليل مشاهدة الألوان على نحو مختلف أو عدم رؤية بعض الألوان صعوبة في القراءة والكتابة ضعف الرؤية الجانبية طهور هالات سمراء حول العين السمرار الصداع في الدماغ يمكن أن يكون ناتجا عن تدهور العينين والعلاج وتحسين الرؤية بشكل طبيعي والتخلص من هذه المشاكل ومنع تدهور المشاكل التي تصيب العين ما عليك إلا استخدام هذا العلاج لمدة 12 يوما فهو علاج فعال ويساعد على علاج ضعف النظر مكونات الوصفة الطبيعية التي تساعد على علاج ضعف النظر 100 جرام من عصير الصبار الطازج نصف كيلو جرام من مسحوق الجوز ويعرف أيضا بعين الجمل 300 جرام من العسل الطبيعي ويفضل أن يكون عسل السدر 3 حبات من الليمون الحامض طريقة التحضير يتم إحضار عصير الصبار الطازج ثم يتم إضافة العسل الطبيعي على عصير الصبار مع التقليب بعد ذلك يتم إضافة مسحوق الجوز وعصير الليمون مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح خليط يتم وضع الخليط في وعاء زجاجي والاحتفاظ به في الثلاجة كيفية الاستخدام يتم تناول منعقة كبيرة من الخليط ثلاثة مرات في اليوم حيث يتم تناول هذا الخليط قبل كل وجبة بمدة نصف ساعة حيث أن هذا الخليط يعد من الوسائل ذات الفعالية العالية لصحة العين يتم للسمرار بتناول هذا العلاج لمدة 12 يوما فهو علاج فعال ويساعد على علاج ضعف النظر بإذن الله لا ينصح بتناول هذا الخليط لمن يعاني من مشاكل في الكلا أو مشاكل في الجهاز الهضمي أو يعاني من مرض السل أو البواسير كما ينصح بعدم تناول هذا الخليط للنساء الحوامل وخاصة في آخر ثلاثة أشهر من فترة الحمل مع أطير تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته